شيء ثالث بموضوع غضب الله انه غضب الله دائما بيجي بعد طول انا بعد صبر ولكن في لحظة اللي خلاص بتصل نقطة لا رجوع انه الانسان بيفقد الحس بيفقد طبعا الحساسية الروح القدس في داخله بيكون عنده قساوة كاملة بقول يعني ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناتي غير عالم ان لطف الله يعني في لطف الله يقتادك للتوبة ولكن من اجل قساوة قلبك يعني القلب المتقس هو القلب المتحجر يصل الى نقطة معينة خلاص لا يريد ان يتوب لا يريد ان يرجع للرب لا يريد ان يرجع للخلاص لا يريد ان يأخذ رسالة الحياة وتتغير حياته يريد ثقافة الموت ثقافة الدمار ثقافة الشيطان ثقافة الظلمة اللي بتعمي البصر والبصيرة ويصل الى حالة قساوة خلاص الرب يقول انه وصل لدرجة انه مش عاوز انه هذا الانسان يتوب فالله عنده طول انا طول انا وبتعرف حبائي واحدة من الايات الحلوة في الكتاب المقدس ويريد تقرأ مزمور 103 مزمور 103 بيتكلم فعلا عن هذا الاله المحب الغافر في هذا الاصحاح مكتوب الرب مجر العدل والقضاء لجميع المظلومين عرف موسى طرقه وبني اسرائيل افعاله الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة لا يحاكم الى الابد ولا يحقد الى الدهر لم يصنع معنا حسب خطيانا ولم يجازنا حسب آثامنا لانه مثل ارتفاع السماوات فوق الارض قويت رحمته على خائفيه كبعد المشرق من المغرب ابعد عن معاصينا كما يترأف الاب على البنين يترأف الرب على خائفيه لانه يعرف جبلتنا يذكر اننا تراب نحن موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة